وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نعم تفضل أبو نذير من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ كيف حالك أهلا وسهلا من فضلك عندي أربعة أسئلة تفضل سؤال أول هل مسح وجه من نوم وقبل أذكار من النوم يكون كل يوم أو أحيانا هذا قبل النوم وقبل أذكار النوم نعم من النوم نعم سؤال ثاني متى تبدأ ومتى تنتهي نية صوم واجب كما صوم أضى رمضان عن نيها نعم شام سؤال ثالث بالنسبة للغلس أضل بسبب جنب أولا إنسان إنسان يحصل يدي ثلاثة مرة ثم يتوضى ولكن لا يحصل رجلين ويحصلهما حين يحتصل هل هذا صحيح وأريد منك من فضلك توضيع خاصة على غسل يدين في بداية وترك غسل رجلين إلى اختصال لأن مجدد هذا في كتاب ديني إن شاء الله سؤال رابع نعم كيف إنسان بسيط يفسر أحلام وهذا موضوع من أمور غيب وهل يوجد علم تفسير أحلام في إسلام هل واضح؟ واضح يا أبا نذير شكرا وجزاك الله خيرا أهلا وسهلا طيب طيب إن شاء الله بعد ما أنتهي من السؤال الإجابة على أسئلة الأخب أبا نذير إن شاء الله أستقبل اتصالاتكم أبا نذير بارك الله فيه يسأل عن مسح في سؤاله الأول يقول هل يمسح الإنسان وجهه قبل إذكار النوم وهل هذا يكون أحيانا أم دائما أبا نذير بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا جاء لينام فإنه ينام على جنبه الأيمن وضع يده على يكفه تحت خده اليمنى هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بمجموعة من السور والآيات قبل النوم منها مثلا سورة منها آية الكرسي ومنها سورة قل يا أيها الكافرون وأما بالنسبة لما يمسح الإنسان فيه وجهه وبدنه فهي قراءة القواقل الثلاثة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس فأنت قبل ما تنام قبل ما تتجع وأنت على فراش النوم تفتح يدك بهذه الطريقة تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم تمسح وجهك وما استقبلت من بدنك ثم تقرأ مرة ثانية وثالثة وكذلك يقول أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس فما تقتصر فقط على مسح الوجه وإنما تمسح الوجه والرأس وما وصلت إليه يداك بالنسبة للاستيقاظ من النوم إذا استيقظ الإنسان من النوم فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح النوم عن وجهه بيده فكان يقول هكذا عليه الصلاة والسلام هل هذه سنة عبادية أم سنة عادية من أهل العلم ذهب إلى أن هذه سنة عبادية أن الإنسان إذا استيقظ في الليل وراد أن يذهب يتوضى يمسح وجهه ويذكر الله سبحانه وتعالى يمسح وجهه بيده ما يقول شيء وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك من أهل العلم قالوا لا هذه سنة عادية بمعنى يمسح وجهه حتى يطرد النوم عن وجهه ويحصل هناك نشاط فأنت بارك الله فيك بالنسبة لمسح الوجه كما فهمت من سؤالك قبل النوم عند الأذكار لا يقتصر على مسح الوجه في قراءة القواقل الثلاثة وأنما تمسح وجهك ورأسك وما وصلت إليه يداك من بدنك أبو نذير يقول متى تبدأ نية الصوم الواجب بالنسبة لرمضان وقضاء رمضان وغير ذلك أبو نذير بارك الله فيك أولا عندنا الصوم على نوعين صوم واجب وصوم مسنون الصوم الواجب ما هو شهر رمضان المبارك ثانيا قضاء أيام رمضان التي أفطرها الإنسان فيقضيها لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثالثا صوم النذر إذا نذر الإنسان أن يصوم هذا صوم واجب ثالثا صوم الكفارة سواء كفارة يمين أو كفارة ذهار أو كفارة جماع في نهر رمضان وكذا غيره هذا هو الصوم الواجب هذا هو الصوم الواجب الثاني مسنون الأثنين والخميس الأيام البيض يوم عرفة يوم عاشورة صيام يوم وفطر يوم مثلا صيام شعبان صيام تسع ذي الحجة هذه يسمونه الصوم المسنون النافلة بالنسبة للنية العلماء يقولون بأن الصوم الواجب النية شرط لصحته من قبل الفجر العلماء يقولون أي صوم واجب فيجب تبيت النية من الليل وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له من لم يبيت يعني نية الصيام من الليل فلا صيام له ولذلك أي صوم واجب سواء كرمضان قضاء نذر كفارة لا بد أن يكون من الليل بالنسبة للنفل يجوز أن يكون من النهار وإن كان في خلاف عند بعض العلماء بعض العلماء يقولون صوم النفل على نوعين صوم مقيد وصوم مطلق المقيد يشترطون أن تكون النية من الليل المطلق لا وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح سأل هل عندكم شيء يعني طعام فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال إني أصبحت اليوم صائم أو إني صائم فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ النية من النهار يعني بعد الفجر أنشأ النية من النهار يعني بعد الفجر وبعض العلماء يقولون ما دام أنه صوم مقيد قالوا لا بد من النية من الليل يعني مثل صوم عاشورة صوم عرفة مثلا قال يبيت النية من الليل وجرت عادة الناس ولله الحمد والمنا أنه يبيتون النية من الليل للصوم المقيد أرجع إلى قضية سؤالك تقول متى تبدأ من الليل يا أبا نذير أهم شيء أن لا يطلع عليك الفجر إلا وقد نويت فلو نويت من بعد صلاة العشاء هذه نية نويت بعد الساعة الثانية عشرة هذه نية نويت قبل الفجر بخمس دقائق هذه نية ولله الحمد تصوم من النهار وتكون قد بيت النية من الليل أبو نذير يسأل يقول بالنسبة لغسل الجنابة مثلا يغسل الإنسان أعضاء الوضوء ثم يترك القدمين ويغسلهما في الغسل يعني يقول يتوضى أولا ويترك قدمه ثم يغسلهما مع الغسل يعني في نهاية الغسل يسأل عن حكم ذلك يا أبا نذير بارك الله فيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا اغتسل يتوضى وضوءه للصلاة ثم يحث على رأسه ثلاثة حثيات ثم يغسل سائر بدنه صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخر غسل القدمين في الوضوء بعد الغسل فلما اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم خرج وغسل قدمه خرج وغسل قدمه من أهل العلم من يقول بأن الصفة المسنونة للغسل أن يتوضى وضوءه للصلاة بعد غسل القدمين فإنه يغسلهما مع الاغتسال ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الغسل المسنون أن يتوضى وضوءه للصلاة كاملة وضوءا كاملا ثم يغتسل بعد ذلك الغسل الذي يحث على رأسه ثم على شق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء الذي أشكل عليك يا أبا نذير والله أعلم أنك قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما اغتسل خرج فغسل قدمه هذا الذي يظهر أشكل عليك وهذا يا أبا نذير يقول العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يغتسل كان يتجمع الماء تحت قدمه فلم يكن عندهم مثل ما لدينا الآن من الأحواض أو يسمون البانيو أو يسمون الحوض أو شيء يذهب الماء مباشرة لا كان يتجمع وطبيعي جدا أن يعلق بالرجلين شيء من الصابون الأشنان شيء من الآن الأشياء الموجودة فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج لأن هناك ماء تحت قدمه فيخرج فيغسل قدمه هذا هو المقصود بارك الله فيك ولذلك أنت الآن إذا كان عندك حوض أو عندك شيء ما في حاجة أنك تأخر غسل قدمك فإذا أردت الغسل المسنون تتوضع وضوءا كاملا ثم تغسل رأسك تحت على الماء على رأسك ثلاث حثيات حتى تبلغ الماء أصول الشعر ثم تغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر ثم تفيض الماء إفاضة كاملة على سائر بدنك بما في ذلك قدميك بارك الله فيك لماذا؟ لأن الماء لا ينتقع تحت قدميك ولا يتجمع وإنما يذهب من خلال الصرف الموجود في ألبانيو أو في الحوف فضلي عبير السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله أنا ووالدتي أبويا متوفي لدينا بيت ملك ومحتاجين سلفة من الدولة بها فائز وقليل يعني ومطلوبين نوصي به الدين يعني داخل السلفة حتى نوصي الدين يعني هذا حلال له حرام يعني وأمي عاشيين على راتب التقاعد تقريبا المطلوبين المقدار المطلوبين عليه 3000 دولار يعني هل هي هذه السلفة حلال لو حرام طيب وبالنسبة لي من الذي يطربكم؟ الدولة ولا أشخاص؟ أشخاص؟ لا أقاربنا طيب أبشر يا عبير إن شاء الله أهلا وسهلا مرحبا أختي أهلا وسهلا عفيفة عفيفة من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ أهلا وسهلا أنا حفيد عفيفة من؟ أنا حفيد عفيفة حفيد عفيفة؟ أي أهلا وسهلا ما اسمك؟ مهند مهند نعم يا مهند فضل الشيخ في أحد من العادة عنده وسواس الصلاة أنه في الرقعة الثانية يحسب أنه الثالثة الرابعة يحسبها الثالثة فهل يجود على كلام مع عائشة رضي الله عنها أنه يأخذ الخاتم ويضعه في أصبعه ويغيره في كل رقعة يأخذ الخاتم؟ شو؟ إيش تقول يأخذ الخاتم يضع في أصبعه في كل رقعة؟ أي لأنه يميز الرقعة إن شاء الله يا مهند حياك الله يا مهند أبو راكان السلام عليكم ورحمة الله مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الله يحفظكم إن شاء الله ويجزاكم كل خير عننا بالنسبة للذكاة يعني أنا ما أعرف عائلات كثير الفقراء ومساكين فهل يجوز أعطيها للجمعيات الخيرية؟ وإذا أنا أعطيتها الجمعية الخيرية هذه هل معناه أنه أنا خلاص خرجت من دمة الذمتهم؟ وإلى لازم أتأكد إنهم هم ما يشتروا فيها حاجات عينية وإنهم يعطوها للفقراء ومساكين نقدا إن شاء الله إن شاء الله الثاني يا مولانا بالنسبة للفطر في شهر رمضان بعدر شرعي سواء يوم أو يومين أو ثلاثة بعض العامة يقول بعض رمضان أنا أبغى أصوم الستمي شوان فأضرب أصومين بحاجة يعني منها قطاع ومنها هل هذا الجوز ولا لا بد القطاع أولا ثم الستمي شوان إن شاء الله الثالثة الله إزاكم خير بالنسبة للذكاة هل تحسب بالهجري أو بالميلادي؟ وإذا كان بالهجري ما الحكمة؟ ليش ما يكون بالميلادي مثلا يعني يكون ما عارف شاء الله تزاءكم الله خير ورحمة الله وحمد الله ورحمة الله أبو نذير بارك الله فيك السؤال الأخير يقول كيف يعني الإنسان الشخص البسيط الذي يفسر الأحلام يقول فيه أشخاص بسطة يفسرون أحلام وهذا من الأمور الغيبية وهل شيء موجود اسم تفسير الأحلام في الإسلام أبو نذير بارك الله بك أولا بالنسبة لتعبير الأحلام نعم موجود في الإسلام وعندك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما رأى رؤية قال يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت أحد يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين والله جل وعلا أرى نبيه قال وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة للرؤى والأحلام وتفسير الرؤى وتعبير الرؤى موجود في الإسلام فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى الصبح وانتهى من الأذكار التفت إلى أصحابه يسألهم هل رأى أحد منكم رؤية هذه الليلة فمن رأى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يتدخل في بكر فيقول يا رسول الله دعني أنا أعبرها يعبر الرؤية فيأذن له فيقول أصبت وأخطأت أصبت في بعض وأخطأت في بعض والمقصود أخي فاضل بالنسبة لتعبير الرؤى والأحلام موجود في الإسلام الأمر الثاني بالنسبة للتعبير هل هو وهبي أم كسبي قولاني لأهل العلم فمن أهل العلم من يذهب إلى أن تعبير الأحلام وهبي فالله عز وجل يهب من يشاء من خلقه وعباده هذه النعمة بحيث يعبر الأحلام ومن أهل العلم من يذهب إلى أن التعبير قد يكون وهبي وكسبي أيضا فكما أنه يكون وهبي يكون كسبي ما معنى كسبي يعني يتعلمه الإنسان يتعلمه الإنسان ويكتسبه من خلال معرفة قواعد التعبير المسألة الأخرى التعبير تعبير الأحلام لا يشترض فيه أن يكون الإنسان مثلا يحمل شهادة عليا أو شيء من هذا القبيل فقد يوفق الرجل العامي الذي أعطاه الله عز وجل فراسة وذكاء وأيضا لديه صفاء نفس أيضا واستظهار لنصوص القرآن والسنة ومعرفة بالقواعد الشرعية هذه فيعبر الأحلام المشكلة أين يا أخي الفاضل ما ذكرت من تطفل بعض الناس على موائد المعبرين وناس يعني قد لا يكون لهم يعني نصيب وحظ من قواعد تعبير الرؤى هنا المشكلة هنا المشكلة ولذلك قد يدخل على خط المعبرين وناس وللأسف الشديد مجاهي العين مجاهي الحال فيفسدون هذا الأمر العظيم ويتقحمون هذا الباب الذي هو فتوى ولذلك قال الله جل وعلا على لسان يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقد سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أي عبر الرؤية كل أحد قال أب النبوة يلعب أب النبوة يلعب فأنكر هذا إنكارا شديدا على أنه لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى وأنما لا يتصدى لتعبير الرؤى إلا من توفرت فيه الأدوات والأهلية في قضية تعبير الرؤى والكلام حول هذا طويل يا أخي الفاضل لكن أعيد لك بأن مسألة تعبير الرؤى والأحلام نعم موجود في الإسلام التعبير الرؤى والأحلام هل هو وهبي أم كسبي قولان المسألة الثالثة أن التعبير فتوى و لذلك الإنسان يتق الله و الله جل وعلا يقول و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلعون وتعبير الرؤى والأحلام له قواعد قواعد و ذلك كان بعض إمة السلف إذا عبر الرؤية مع تمكنه من التعبير يقول إن نظن إلا ظنا و ما نحن بمستيقنين إن نظن إلا ظنا و ما نحن بمستيقنين عبير من العراق تقول والدي توفي و ما عندي إلا والدي عندنا بيت ملك و محتاجين سلفاء لأجل سداد الديون علينا ثلاث ألاف دولار هل يمكن أني أخذ قرض بفائدة مثلا و الذي يطربنا أقاربنا أختي عبير بارك الله فيك أولا بالنسبة للميت إذا مات و خلف دينا فإن الواجب على ورثته أن يبدأوا بسداد الدين و بتنفيذ وصيته و بتجهيزه فواجب عليكم أن تسددوا هذا الدين مما تركه الوالد فإذا كان الوالد ترك سيارة تبعون السيارة وتسددون الدين إلا أن يعفوا أصحاب الدين إذا الوالد ترك مثلا أشياء ثمينة تباع و يسدد الدين قبل قسمة الترك قبل أن تقسم الترك و هذا أمر غاية في الأهم و لذلك هذا حق للميت على الأحياء أن يبدأوا بسداد الديون و بتنفيذ الوصايا هذا أمر غاية في الأهم الأمر الثاني بالنسبة للميت إذا مات و لم يترك إلا بيتا و ما ترك غير البيت فإن الواجب على من يطلب الميت أن ينتظر أن ينتظر و إن كان الدين يحل بالوفاة فإذا توفي الشخص حل الدين حتى لو كان مؤجلا لكن من أين يأتي الورثة فلذلك يجب عليهم أن ينظروا الورثة و ذلك لقول الله عز وجل و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة مسألة الثالثة يحرم على الإنسان أن يدخل في قرض ربوي لأجل أن يسدد دينا إلا في حالة واحد و هي حالة الضرورة بمعنى أن الإنسان بحث و حاول أنه يأخذ من هنا و من هناك و ما استطاع و مهدد بالسجن إن لم يسدد هذه حالة ضرورة أما إذا وجدت أبواب وجدت طرق كثيرة ممكن يسركها الإنسان فلا يجوز و لا يجعل القرض الربوي هو الخيار الأول بل يلغي هذا الخيار من ذهنه لأنه سيفتح الله عز وجل له أبواب و لذلك أختي عبير الله يرضى عليك لا يجوز لكم و يحرم عليكم أن تأخذوا قرضا لأجل سداد مبلغ ثلاث ألاف دولار لأقاربكم و الأقارب يجب عليهم أن ينظروكم و أن ينتظروا فمتى ما أن توفر لديكم المبلغ سددتموهم و الأفضل أن يعفوا أن يعفوا أن يسامحوا الميت ما دام أن الميت ما أخذ هذا المبلغ عبثا و إنما أخذه لحاجة فإذا والله مصرين على ذلك فتشتغلون و تعملون حتى تسددوا أصحاب الدين و ممكن حتى لو يعني أخذتم الزكاة حق الزكاة حق لكم يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يقول لك لا أنا كيف أأخذ زكاة كيف أأخذ زكاة و يرضى أن يأخذ قرض ربوي محرم و سيحاسبه الله عز وجل و الزكاة حق له لأن الله جل و على ماذا قال إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فالغارم هو المديون بحق و ما عنده قدر على السداد هذا الله عز وجل الذي خلقنا جعل لهذا الغارم حق في مال الزكاة فبعض الناس يتشايم عن هذا و يستنكف و يروح يأخذ قرذبوي شتان هذا أباحه الله و هذا حرمه الله فما يصلح كذلك أخت الفاضلة الصدقة عفوا أخذ المال من قبيل الصدقة الهبات أيضا العطايا و ممكن يعني هناك حالات كثيرة تجتمعون مثلا أنت و أقاربكم إخوانك و أخواتك تسوون جمعية معينة مثلا و تطلبون من أقاربكم أن يخفضوا الدين و يمكن ينزل إلى ألف دولار ألف و خمسمائة دولار و تسددونه و بعدين يعني بعضكم يسدد بعض فانتبهي أخت الفاضلة و شيروا من بالكم فكرة قضية القرض الربوي و هناك طرق كثيرة و أساليب كثيرة ممكن تسركونها لسداد دين الوالد مهند من السعودية حفيد الأخت عفيفة بارك الله فيه و بارك الله فيه أهله و أجداده يقول عندنا واحد من العائلة عنده وسواس في الصلاة يعني من ناحية عدد الركعات يقول هل يمكن أن يفعل فعل عائشة رضي الله عنها بأخذ الخاتم في كل ركع يضعه في أصبع مهند بارك الله فيك و رضي الله عنك الجواب لا الجواب لا و لو كان خيرا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة و السلام و ما ذكر عن عائشة لا يصح ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها لا يصح في حدود علمي و اطلاعي و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام ماذا قال في مثل هذه الحالة أرشدنا و علمنا يقول عليه الصلاة و السلام من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا ماذا قال يضع خاتم لا يسوي عقده لا قال فليبني على مستيقا فليبني على مستيق فاليقين ما هو اليقين يبني على الأقل الآن هو في الصلاة ما يدري هذه الثالثة والرابعة يجعلها الثالثة ثم يأتي بالرابعة طيب إذا كانت كاملة الحمد لله هذه فيها ترغيم للشيطان وإخزاء للشيطان ويسجد للسهو إذا كانت ناقصة وفعلا كانت هذه الثالثة الحمد لله كمّل صلاة وأتمها هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يا مهند بارك الله فيك هذا الشخص ينصح بأنه لا يفعل مثل هذا الأمر وهذا عبث في الصلاة وحركة في الصلاة سيحتاج أنه سيكون باله كله منصب على هذا الخاتم كل ركعة يشيل يطلع الخاتم ينزعه ثم يدخله في الأصبع الثاني هذا ما ورد وأيضا خليه عالج الأصل يعني الآن هذا الذي يسهو في صلاته كثيرا عنده مشكلة لماذا لا يعالج يعني أصل المرض وهو عدم خشوعه في الصلاة ومعالجة السرحان والسهو هذا واجب على المصلي يخلص النية ويصلح الطوية وأيضا يسبغ الوضو ولما يجي يقف بين يدي الله يستشعر بأن الله مطلع عليه ناظر إليه وأيضا كذلك يطيل في القراءة يطيل في الركوع يطيل في السجود مثلا يكثر من الدعاء يلجأ إلى الله عز وجل أن يعين على قضية الخشوع أما قضية أبتكر طيب يمكن يتلخبط في الخاتم نروح نسوي لنا حاجة ثانية مثلا طلع لنا حاجة ثانية لا ما يصرح ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ماذا على أن نبني على مستيقا بارك الله فيك أبو ركام من السعودي يقول بالنسبة للزكاة يقول أنا إذا ما أعرف مثلا عائلات فقيرة ممكن أعطيها الجمعيات وهل يلزم إذا أعطيت الجمعية إني أتأكد ما يشترونها أغراض مثلا عينية وهل تخرج من ذمتي أبو ركام بارك الله فيك و رضي عنك وبارك الله لك في مالك أولا أخي الفاضل بالنسبة لمن لديه زكاة الواجب عليه أن يباشر توزيع الزكاة على الفقراء و المساكين و الغارمين و المستحقين للزكاة من من ذكر الله عز وجل هذا هو الأصل لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الأموال الظاهرة لأن يبرى كان عندنا الأموال على نوعين أموال ظاهرة و أموال باطنة ما معنى الأموال الظاهرة الزروع و الثمار و بهيمة الأنعام هذه يسمونها الأموال الظاهرة هذه إذا طلبها ولي الأمر يعني مثلا هيئة الزكاة مثلا طلبتها يعطيها الإنسان تبرأ ذمته خلاص أما الأموال الباطنة اللي هي الذهب و الفضة و النقود هذه مسؤوليتك أنت لأنه ما لي أحد الحق يجي يقول لك كم عندك مثلا فأنت بارك الله فيك توزع هذه الزكاة على الفقراء و على المساكين و المحتاجين طيب أنت تقول أنا ما أعرف فقراء و مساكن ما أعرف عائلات هل يعطيها الجمعية الجواب نعم بشرط أن تتأكد من رسمية الجمعية أن تتأكد من القائمين على الجمعية أن تكون الجمعية عندها تزكيات من أهل العلم تزكيات من الدولة مثلا الدولة تقول بأن هذه جمعية مرخص لها و شيء من هذا القبيل أن تكون مشتهرة عند الناس بسلامة يعني بالأمانة و أنها على ثقة و تأخذ أموال الناس و تضعها في أماكنها تأخذ الزكاة الصدقات الهبات تضعها في أماكنها فتبرأ ذمتك و لله الحمد بهذا طبعا قضية أنك والله تتأكد نعم أنت مطالب يعني بعض الناس الآن يقول والله عطيت الجمعية و خلاص طلعت من ذمتي غير صحيح بعض الجمعيات قد يكون عندها خلل بعض الجمعيات قد لا تكون رسمية بعض الجمعيات قد يكون مثل ما قال ابو راكان النقود ما يسلمونها نقود يروح يحولها إلى أعيان و جماهير السلف و الخلف جماهير أهل العلم على أن الزكاة ما تعطى زكاة الأموال ما تحول إلى أعيان مثلا فهنا هذه مهمة تسألهم و السؤال سهل والله أنتم جمعية طيبة و كذا الأموال هذه كيف تصرفهم فيها والله إذا قالوا لك نوديها نعطيها في ظروف للفقراء و المساكين أو نحطها في حساباتهم طيب إذا قالوا لك نحولها طيب تحولونها ليش عندكم فتوى إذا قالوا نعم قال قلت فضل عطوني عطوني الفتوى من سماحة المفتي من الهيئة من اللجنة الفتوى عطوني أقرأ الفتوى يمكن قد يكون هناك أحيانا في حالات يا براكان يكون الجمعية وكيلة عنك فلو أعطت الفقير مبلغ نقدي يمكن يعبث بهذا المبلغ لديه سفة فيشتروا له الضروريات والحاجات فتكون بهذا مطمئن بارك الله فيك أرجع لك يا براكان بعد ما أخذ هذا الاتصال طلحة تفضل يا طلحة أهلا وسهلا الله تفضل يا طلحة السؤال الأول إذا كان الإمام مسافرا ويريد أن يخصر الصلاة ومن بين المأمومين مسافرين أيضا هل يسلم المأمومين مع الإمام أو يتمون الصلاة مع المقيمين المأمومين إن شاء الله السؤال الثاني إذا كان الإمام لا يعطي فترة سكوت للمأمومين لقراءة الفاتحة فماذا يفعل المأموم ولسيما بصلاة الفجر حيث لا يوجد فيها ركعة سرية يعني لا يستطيع المأموم لقراءة الفاتحة إن شاء الله السؤال السخير إن شاء الله دعاء الاستخارة هل هناك حرج في استعماله في أوقات الدعاء يعني بالإضافة لصلاة الاستخارة وصنة الاستخارة يستعمل الدعاء أحيانا في الدعاء المطلق في ما بين الأدان والإقامة عند نزول المطار أين نعم كم على الأحيان ساعة أخيرة أبشر الله يجعكم أرحب أعطالها أهلا وسهلا طيب أبو راكان في سؤاله الثاني يقول بعض الناس لما يفطر في رمضان بعذر ويريد أن يقضي يقول يقضي في شوال ويقول أقضيها وأجمعها مع ستة من شوال يعني هل هذا صحيح أبو راكان بارك الله فيك طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كان كمن صام الدهر ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن من صام القضاء في شوال ونوى بذلك ستة من شوال يرجى أن يكتب له الأجر لأنه جمع بين عبادتين من جنس واحد يمكن أن يتداخله يمكن أن يتداخله هذا قول القول الثاني قالوا بأنه ما يصرح لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر فالذي صام فالذي أفطر في رمضان أربعة أيام زين يكون كم صام ستة وعشرين يوم أو مثلا سبع وعشرين يوم إذا قلنا مثلا بنقصان الشهر مثلا أو أقل من ذلك فلما يأتي ليصوم ستة من شوال ما يكون قد صام شوال كاملا وأتبعه ستة من شوال ولذلك يذكرون قاعدة في هذا أن كل عبادتين من جنس واحد إذا كانت إحداهما مفعول على جهة التبع ما يتداخلان ليش لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه وأتبعه ستة من شوال ولذلك الأصل أن الإنسان يقضي أولا وبعدين يصوم شوال ثانيا لكن ما نستطيع أننا والله نضيق على الناس نقول لا تصومون بهذه النية لا في قول محترم وعلى العين والرأس يقول يصوم القضاء ويجمع أيضا معه نية ستة من شوال يعني يبتدئ بنية ستة من شوال لا يعني ما ينوي صيام ستة من شوال لا وإنما ينوي القضاء ويقضي في شوال ويرجو أن ينال أجر ستة من شوال الذي أختاره بأن من أراد الأجر عليه أن يتم صيام رمضان كاملا يأتي به كاملا ثم يصوم بعد ذلك ستة أيام من شوال أبو راكان يسأل عن الزكاة يقول لماذا تحسب بالهجر وليس بالميلادي أبو راكان بارك الله فيك لأن الشارع الحكيم علق الأحكام على الهلال فالشهر الهجري يسمى الشهر القمري الشهر القمري ولذلك من جملة أحكام الشهر القمري ما يتعلق بالزكاة فالشارع الحكيم ربط مسألة الحول برؤية بالأشهر القمرية بالأشهر القمرية هذا هو ولذلك الأحكام كلها يا أخي الفاضل كل الأحكام ما يتعلق بالزكاة ما يتعلق بالصيام ما يتعلق بالحج أيضا ما يتعلق بعدد الطلاق ما يتعلق بعدة الوفاة ما يتعلق بسداد الديون أيضا والزكاة أيضا كل هذه وغيرها كثير مرتبطة برؤية الهلال يعني اللي قلت عنه أنت الشهر الهجري اللي هو الأشهر القمري الأشهر القمري لكن مثلا يوجد بعض الشركات الآن حساباتها المصرفية حساباتها عفوا الختامية تكون بالميلادي هل هذا يعني ما في حل له حل ولله الحمد والمن ولذلك تجد الآن فتاوى المجامع الفقهية على حساب مجموعة من الأيام في مقابل الشهر القمري فيطلبون من الشركات التي حساباتها الختامية السنوية طبعا مرتبطة بالعام الميلادي أن يزيدوا تقريبا 11 يوم في مقابل الشهر القمري بارك الله فيك أبو ركان يسأل يقول بالنسبة للذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يقول الصيغة الصحيحة عدد خلقه ولا عدد خلقك لا يا أخي الفاضل عدد خلقه الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا أن نقول هذا الدعاء في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته بارك الله فيه لماذا؟ لأن هذه الجمل كلها متسقة بهذا النظام يعني بهذا النظم نظم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته طلحة من إيطالي يقول بالنسبة للإمام إذا كان مسافرا ويصلي بمقيمين ومع هؤلاء أيضا من المأمومين مجموعة من المسافرين يسأل طلحة يقول بالنسبة لهؤلاء المأمومين المسافرين هل إذا قصر الإمام يسلمون معه أم يتمون مع المأمومين الجواب بارك الله فيك أنهم يسلمون مع الإمام فإذا ترخص الإمام بالقصر ترخص من خلفهم من المسافرين بالقصر وليس لهم ارتباط ببقية المأمومين إنما ارتباطهم بالإمام وأما إذا الإمام أتم يتمون ولا يقصرون أفترض الآن هذا الإمام المسافر حب أن يتم الصلاة في شيء ما في شيء وإن كان خالف السنة لكن صلاة صحيح من خلفهم من المأمومين يجب عليهم أن يتابعوا الإمام وأن لا يجلسوا في الركعة الثانية ويسلموا وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام وليؤتم به فلا تختلفوا عليه أما المقيم فيجب عليه أن يتم ولا يجوز له أن يقصر الصلاة فكل مقيم صلى خلف مسافر فإنه يتم يعني المقيم يتم الصلاة إذا قصر المسافر وكل مسافر صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم أفترض مثلا أنت مسافر ودخلت مسجد وهذا الإمام مقيم يصلي أربع ركعات يجب عليك كمسافر أن تتابع الإمام وأن تصلي معه أربع ركعات وهذا بالاتفاق كما قال ابن عباس هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلح يقول عندنا الإمام لا يعطي فرصة للسكوت العفو لا يعطي فرصة لقراءة المأموم بعد قراءته الفاتح يقول خاصة في صلاة الفجر ما العمل في مثل هذه الحالة أخوي طلح بارك الله فيك بالنسبة للمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وهذا محل اتفاق عند أهل العلم وعندنا صلاتان سريتان الظهر والعصر فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بالنسبة للصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام هذا فيه ترتيب الأول إذا كان الإمام يترك فرصة للمأمومين خلفه بحيث يسكت سكت يتمكن منها المأموم من القراءة يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة الحالة الثانية إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة وإنما بعدما ينتهي من الفاتحة وقول آمين يشرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن فهل المأموم يقرأ أم لا قولان لأهل العلم القول الأول قالوا بأنه لا يقرأ وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قرأ فأنصته فإذا قرأ يعني الإمام فأنصته هذا القول الأول ويستدلون بالآية الكريمة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته أيضا الأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام القول الثاني وهو الراجح والذي أنا أفتي به في هذا البرنامج كثيرا أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو لم يترك الإمام يعني فترة زمنية للمأموم أن يقرأ وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الصحيح هو جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه فقال لعلكم تقرؤون خلفي في الصلاة قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن إلا بأم القرآن ولذلك أمرهم بأن يسكتوا إلا في حال واحد وهي قراءة الفاتحة وهذا كان في الصلاة الجهرية هذا كان في الصلاة الجهرية ولا يخفاك يا طلحة بارك الله فيك بأن الفاتح ركن من أركان الصلاة ولذلك القاعدة الشرعية في مثل هذا الخلاف أن يحتاط للصلاة أن يحتاط للصلاة حتى وإن كان القول الثاني له حظ من القوة فإن القول الذي يحتاط فيه للناس أن يقرأ المأموم و قد تقول لي بأنه كيف يقرأ والإمام يقرأ الإمام يقرأ الآن ما زاد عن الفاتح وهو سنة وهو سنة و كذلك و أيضا المأموم يقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ يقرأ الفاتح التي يرك من أركان الصلاة و قد يكون الأمر صعب على بعض الناس في بداية الأمر ثم مع الوقت يعتادون عليه و يصبح أمرا سهلا ولله الحمد والمن تفضل جوهر سعر عليكم شيخنا أريد أن أسأل أخت عندها مبلغ زكاة لدفع الجامعة لدين الجامعة هل يجب دفع زكاة لما يحول الحول؟ كيف عندها هي مبلغ؟ أعطوها مبلغ زكاة لدفع دين الجامعة أعطوها نعم أيوة لما يحول الحول على الزكاة هل يجب إخراج زكاة من هذه الزكاة؟ وهي محبوسة المبلغ محبوس لأجل رسوم الدراسة نعم إن شاء الله يا جوهر جزاك الله خير أهلا وسهلا براشد السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله نحبك شيخ كثير يعني الله يبارك فيك أحبك الله يا أخي الله يطبع لي عمرك بارك الله فيك شيخي سؤال الأول أنا أقوم قبل الأذان حوالي 40-45 دقيقة هذا أعتاد على حسب الوقت يعني الوقت لا يختلف من الشفاء صحيح صحيح أنا صلي طبعا على تهاجد الحمد لله وصلي الوتر في البيت وذهب للجامعة نعم لما أذهب للجامعة أحيانا قبل خمس دقايق سبع دقايق يا أحتار مرة أصلي الركعتين ومرة أقول لا لذي الشيخ يقول لنا حب بعد الوتر ماشي 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 الصلاح صحيح تم أحتار يعني أحيانا طلي وأحيانا لا لأن أحيانا أوصل قبل أحيانا بالمهم عليك الحال هذا سؤال اللي أقولي نعم السؤال الثاني لما أذهب للصلاح وفايتنا ركعة طبعا نعم أتبقى عليه ركعة واحدة أقول أنا لما بعد السلام يتلم الإمام يقول لابد أننا نشيط أسلم يقول لابد علي ركعة لكن أنا سلمت أهى أعتم أحتار هل أنا أصلي في جود السهو أو أقوم أبدل أصلي الصلاح يعني كاملة صلاحة القرن إن شاء الله واضح شيخ واضح نعم صور صور اللي عم جرينا عليك نرحب السؤال الثالث نعم السؤال الثالث حقوق الزوجة على الزوج لأنها معروفة نعم حقوق الزوج الزوج على المرأة أربعة شهور عشر تأيام كيف كيف العدة يعني عدة الوفاة عدة الوفاة يعني أربعة شهور عشر تأيام هذا معروف يعني صحيح لون نحن يعني ممتعلمين لكن نسمع بذات المال الخير نعم لكن حق الزوجة يبتدي من هل هي حقوق هل هو بعد خروج الروح هل هو بعد الغسل البره هل هو بعد الصلاة هل هي بعد الدفن متى حق الزوجة يعني ينقطع من الزوج يعني قصدك الزوجية متى تنقطع بينهم يعني بينهم يعني حق أبشر إن شاء الله و جزاك الله خير و شكرا لكم و على المدرج و على دوت جزاك الله خير صداقة نعم جزاك الله خير بارك الله فيك طيب الأخ طلحة من من إيطاليا في سؤاله الأخير يسأل يقول بالنسبة للدعاء الاستخارة يعني هل يمكن للإنسان أن يأتي بهذا الدعاء في الأدعية المطلقة مثلا بين الأذان و الإقامة في السجود مثلا الجواب نعم ما في بأس ما في بأس أن الإنسان يدعو مثلا يقول الله من يسألك من خير هذا الأمر و أعوذ بك من شر هذا الأمر مثلا اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي في ديني و دنيايا و في عاجلة و في السجود ما في بأس بين الأذان و الإقامة ما في بأس لكن الأفضل أن الإنسان يأتي بدعاء الاستخارة بركعتين من دون الفريضة ويأتي بدعاء الاستخارة لكن أن يستعمل دعاء الاستخارة في الأدعية المطلقة العامة ما في بأس ولله الحمد ولمنه جوهر من بريطانيا يقول في أخت عندنا أعطوها مبلغ من الزكاة لدفع الرسوم الدراسية لدفع الرسوم الدراسية يقول هذا المبلغ إذا حال عليه الحول هل يجب عليها أن تزكيه يا جوهر بارك الله فيك بالنسبة لمال الزكاة إذا كان قد قبضه الإنسان فقد ملك مال الزكاة إذا قبضه الإنسان فقد ملك وإذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فليجب علي أن يزكيه لأن هذا الداخل في ملكه لأنه يتصر فيه كيف يشاء هذه الأخت لو شغلت هذا المال اشتغل وجاب لها أرباح فهو قابل للنماء قابل للنماء فهو ليس محبوس على قضية الرسوم الدراسية قبضت هذا المال ممكن الرسوم الدراسية لا تكمل ممكن أن هناك من يسدد عنها آخر ممكن مثلا أن يكون هناك تخفيض لها مثلا مثلا فما دام أن المبلغ حال عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب وهو مبلغ قابل للنماء قابل للنماء لو شغلت واشتغل نعم يجب عليها أن تخرج الزكاة أما إذا حبس هذا المبلغ حبس هذا المبلغ وأنه ما تستطيع أن تتصرف فيه فهذا ليس عليها فيه زكاة لأن ملكها غير تام على هذا المبلغ أبو راشد من عمان يقول لي أنا أقوم قبل الأذان بخمسة واربعين دقيقة أربعين دقيقة أصلي وأتهجد وأوتر وبعدين أذهب إلى المسجد قبل الأذان بخمس دقائق يقول لي أبدأ أتردد أحتار أصلي ركعتين أو لا يقول لي أني استمعت إليك بأن ركعتين بعد الأذان وأنه ما بعد الوتر شيء أنه ما بعد الوتر صلاة أبو راشد بارك الله فيك أولا بالنسبة للوتر هو آخر صلاة يصليها الإنسان حينما يقوم الليل أو حينما يريد أن ينام ولا يريد القيام مثلا في آخر الليل يؤتر بركعة وذلك لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة و لأبي ذر قال أوصاني صلى الله عليه و آله وسلم بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أرقد وأن أوتر قبل أن أرقد الأمر الثاني بالنسبة للصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة بإطلاق و لذلك مثلا شخص أوتر ثم راح للمسجد مثل صورتك و حالتك مثلا و حبيت أنك تدخل المسجد قبل الأذان و تريد أن تجلس في المسجد تصلي ركعتين لا تجلس لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذه من ذوات الأسباب بل ثبت يا أبا راشد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر بعد ما أوتر صلى ركعتين و اختلف العلماء في هاتين ركعتين فقيل بأنهما سنة الفجر قيل بأنهما سنة الفجر و قال بعض العلماء لا هي سنة يعني بعد الوتر و فيها دلالة على أن يجوز لمن أوتر أن يصلي ركعتين و لذلك أخي الفاضل لست ممنوعا من صلاة ركعتين فإذا أوترت مثلا ثم حبيت تصلي ركعتين أو دخلت المسجد حبيت تصلي طبعا إذا دخلت المسجد و أردت الجلوس ما تجلس حتى تصلي ركعتين و بعدين إذا أذن المؤذن تجيب ركعتين سنة السنة الراتبة القبلية لصلاة الصبح أبو راشد يقول أحيانا يعني أصل المسجد و قد فاتتني ركعة و لما يسلم الإمام أسلم معه يقول ما العمل في مثل هذه الحالة أستدرسه أكمل صلاتي أعيد صلاتي ما العمل أبو راشد بارك الله فيك بالنسبة للمسبوق الذي دخل المسجد و قد فاتته ركعة ثم نسي وسلم مع الإمام يجب عليه مباشرة إذا تذكر أن يقوم و يأتي بالركعة الناقصة فإذا كانت الفجر جاب ركعة إذا كانت بقية الصلاة يأتي بالركعات الناقصة فإذا سلم سجد للسهو سجدتين و يسلم بعدها إذا سلم من الصلاة جاب الناقص ثم تشهد جاب التحيات و سلم يجيب سجدتين السهو بعد السلام و إذا سجد للسهو قبل السلام أيضا جائز و لله الحمد و المنه فقط أما قضية أنه الآن يشتغل بالسجدتين السهو و هو ما جاب الركع الناقصة لا هذا غلط سجدتين السهو دائما في آخر الصلاة إما قبل السلام و إما بعد السلام بعد السلام للزيادة و قبل السلام للنقص و أنا لما قلت لك بأنك تجيب بعد السلام لأن حصل عندك نقص و زيادة فزاد عندك نقص لأنك سلمت عن ركعة واحدة فلما قمت جبت الركعة أكملت صلاتك و صار عندك زيادة سلام فهنا اللي حصل عندك الزيادة لكن عمم المسألة واسعة لو سجدت قبل السلام الحمد لله أتيت بالمشروع و لو سجدت بعد السلام أيضا الحمد لله أتيت بالمشروع أبو راشد بارك الله فيه يقول بالنسبة لعدة المتوفة عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام يقول يعني متى تبدأ يعني مسألة العلاقة بين الزوجين بيعني الانقطاع يقول كيف يعني أبو راشد بارك الله بك أولا بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام و أنت ذكرت هذا و تقول الحمد لله يعني هذا أمر معلوم لأن الله تعالى قال وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَصْنَا بِأَنْفُسِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْرٍ و عشرة المسألة الثانية بالنسبة للعلاقة بين الزوجين لها أحكام من حيث الانقطاع فهناك الطلاق و هناك الخلع و هناك الفسخ هذه في الحياة في الوفاة تنقطع العلاقة بين الزوجين لأن أحدهما الآن في الدار الآخر أحدهما في الدار الآخر لكن هل تنقطع جميع الأحكام التي بين الزوجين الجواب لا الجواب لا بدليل أن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها الميت و يجوز للزوج أن يغسل زوجته الميتة فهذا نبينا عليه الصلاة و السلام لما دخل شاكيا صداعا في رأسه و يقول و رأسها قالت عائشة بل أنا و رأسها فقال لها يعني لو مت قبلي غسلتك و كفنتك و صليت عليك فقالت كأني بك تريد أن تأتي بمرأة أخرى مداعبة بين النبي عليه الصلاة و السلام و بين أمي عبد الله حبيبة رسول الله عائشة رضي الله عنه و المقصود بأن النبي عليه الصلاة و قال غسلتك غسلتك أبو بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة إذن ما حصل انقطاع و لذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجه يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها الميت و تقبله تقبل زوجها الميت يجوز للرجل أن يدخل على زوجته الميت و يقبلها يقبلها توديعا و تقبله توديعا هذه مساء الباقية بارك الله فيك فقضية أنه والله بمجرد الموت أصبحت المرأة أجنبية عن الرجل قال به بعض الفقه لكنه قول ضعيف قول ضعيف قال به بعض الفقه لكنه قول ضعيف فالمرأة لا تصبح أجنبية إذا توفي عنها إذا توفي عنها زوجها بارك الله فيك نعم طيب وقت البرنامج انتهى و الأسئلة أيضا انتهت ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر